هذا السلك اللي يجي مع البلاي سيشن 5 وهذا السلك اللي يجي مع الأكس بوكس سيريس X طبعاً في كلام عليهم مثدينهم هل كلهم HDMI 2.1 اللي مع البلاي سيشن 5 مكتوب عليه High Speed واللي مع الأكس بوكس سيريس X مكتوب عليه Ultra High Speed فالبعض قال يمكن هذا HDMI 2 وهذا HDMI 2.1 الفيديو هذا بنقطع الشك باليقين ايش فايدة هذه الاسلاك الـ HDMI هي اللي بتخلي اجهزة بلاي سيشن 5 وإكس بوكس سيريس X هنا اللي معنا يشبكون على شاشة مثل هذه اللي بقول لكم موديلها طبعاً وتعرفونا قبل أكيد اللي شافوا في فيديوهاتنا وتعطينا 4K 120 إطار في الثانية X90H من سوني أول تلفزيون مع لكلام سوني أول تلفزيون مخصص للبلاي سيشن 5 أو تم تصميمه للبلاي سيشن 5 يعني يدعم خصائص بلاي سيشن 5 كاملة ومنها تشغيل 4K 120 إطار في الثانية طبعاً عشان تفعلون هذا الشي لازم نفهم أن هذا الشي يبدأ من التلفزيون نفسه فنروح لإعدادات حق التلفزيون طبعاً هذا الشي بيختلف من تلفزيون الثاني أنا أعطيكم مثال على تلفزيون سوني وأنتم ممكن تشوفون تلفزيونكم كيف طريقته طيب من تلفزيون سوني بين الإعدادات نروح لشي اسمه watching TV المنافذ حق التش دي اماي لها إعدادات خاصة فيها وإنت لازم تفعل هذه الإعدادات بنفسك هنا عندنا نروح الـ external input اللي هي يعني إيش المدخلات الخارجية بعدها نروح لشي اسمه HDMI signal format طبعاً أنا مسوي تحديث للتلفزيون إذا كان عندك زيه أنا سوي التحديث يدوي له عشان يدعم 4K 120 هذا الشي التحديث بيجي تلقائي حالياً وقفوه لأنهم يقولون أنه في مشاكل فبنشوف عموماً نروح لمنفذ HDMI 4 طبعاً في السوني X90H في منفذين HDMI 3 و 4 هم اللي يدعمون 4K 120 ممكن يكون عندك تلفزيون ممكن للمنافذ تدعم ممكن يكون كلها تدعم في السوني 3 و 4 هم اللي يدعمون أنا مركب أجلستي الحين على الفور فأروح للفور بلقى ثلاث خيارات standard format enhanced format و enhanced format Dolby Vision واحدة من عيوب تلفزيون سوني هذا أوكي ممكن تصلح مستقبلاً بالتحديث لكن هذا اللي موجود حالياً ما يدعم 4K 120 و Dolby Vision في نفس الوقت طبعاً البلاستيشن فايت ما في Dolby Vision بس الأكس بوكس فيه فلو كنت تستخدم الأكس بوكس و يهمك Dolby Vision لازم تختار يا Dolby Vision يا 4K 120 أو تبدل بينهم متى ما احتشت يعني أحياناً Dolby Vision بتحتاجوا ما هم موجود في الألعاب حالياً بس بتحتاجوا إذا تتفرج نتفلكس مثلاً على الأكس بوكس فتحول على Dolby Vision هنا تبي تلعب لعبة 4K 120 زي أوري ترجع هنا وتحطي Enhanced Format أو الصيغة المطورة أو المحسنة هذي إحنا مختارين هوريدي هنا فإحنا من ناحية التلفزيون جاهزين التلفزيون الآن مفعل 4K 120 طيب نبدأ بالأكس بوكس أبوريكم بالأكس بوكس لأن مرة سهل نروح للجنرال وبعدين TV and Display Option ليه خيارات التلفزيون طبعاً في الأكس بوكس نقدر نروح هنا إلى 4K TV Details هذه الخاصية تعلمك إيش الخصائص اللي تلفزيونك يدعمها يعني إذا كان عندك تلفزيون في البيت وما تدري يا ترى تلفزيوني إيش يدعم هلو يدعم 4K 120 هلو يدعم HDR أي نوع HDR يدعم هنا يبيم لك كل شي تضغط عليها تجي دي الصفحة يوريك يورتي في سبورت 4K 60 يعني يدعم 4K 60 أغلب تلفزيونات 4K تدعم 60 كلها موابغلة الآن يورتي في سبورت 4K ألترا إتش دي 120 يعني 4K 120 مدعومة الآن أنا لو أقفل الخيار من التلفزيون هذه تختفي تصير X أو تصير كذا زي هذه شوفوا يورتي في دي في دي لأن الدولبي فيجين أنا مقفلة فهينا يقولي تلفزيونك ما يدعمها على كل حال دامنا نتأكدنا الـ 120 يطار مدعومة نجي هنا عند الرفريش ريت طبعا هنا الريزولوشن الدقة مختارين 4K للحيد لكن هنا بالنسبة للرفريش ريت نقدر مغير ونحط 120 التلفزيون بيختفي شوي بيقول لنا كيب دي سرفريش ريت نقول لها يس الآن 120 فريم دعمت تماما طيب نبدأ تجربتنا طبعا للـ 4K 120 عندنا الألعاب عندنا أوري تدعم وأيضا جيرز بنجربهم اثنينهم وما ننسى طبقات تفعيل 4K ثلاثة من التلفزيون من نظام من السيستم حق الجهاز نفسه اكس بوكس وبليستيشن وثلاثة من اللعبة نفسها جيرب أوري داخل اللعبة زي أوري مثلا نروح للخيارات الـ Options نروح للـ Display أوكي العرض رح نلاحظ هنا Graphics Mode أنا محطوط عندي 4K 120 وفي الخيار الثاني اللي هو 6K مع 60 إطار طبعا برجع للـ 4K 120 لأن هذا اللي أبغى الآن اللعبة نفسها صارت 120 إطار أقدر أكمل اللعبة عادي وبنشوف 120 إطار في لعبة أوري هذا مثلا لعبة أوري هذا الخيار موجود فيه تلعب 4K 120 إطار طبعا اللعبة اللي ما يعرفها طبعا لعبة جميلة فنيا وبنفس الوقت الحركة فيها رائعة بشكل مجنون فمع الـ 120 إطار تشوف سلاسة غير طبيعية في حركة الشخصية نفس الشي في Gears الخيار يتفعل من الإعدادات نروح للإعدادات Options أوكي نروح لفيديو هنا قسم الفيديو راح نلاحظ Versus Multiplayer Framerate عدد الإطارات في طور الجماعي ولحظوا هنا الخيار عندي مفعل أني أغيره إلى 120 حطيته 120 إطار الآن اللعبة صارت تدعم 120 إطار طبعا فيه ألعاب كثيرة بتجي مستقبلا بتلعب 120 إطار ما عرفش هي اش بتكون على حسب المطور لكن خلونا نسوي تجربة رهيبة الآن أنا بأخذ السلك HDMI حق البلاي ستيشن وبركبه بالإكس بوكس بشوف هل الإعدادات هذه تختفي هل بيصير فيه مشكلة عشان نعرف بشكل قاطع هل سلك الـ HDMI حق البلاي ستيشن HDMI 2.1 ولا لا طبعا هذه الصفحة رجعت لها اللي توريني تلفزيوني كيد عن 4K 120 أو لا طبعا هم كاتبين هنا أنه يحتاج Ultra High Speed HDMI Cable اللي هو HDMI 2.1 ومكتوب أنه يجي مع الأكس بوكس الآن أنا بشيل حق الأكس بوكس وبستخدم حق البلاي ستيشن نشوف هل الخيار هذا الحين الأكس بوكس قاعد يستخدم سلك بلاي ستيشن 5 خلونا نشوف نرجع للاعدادات حقتنا جنرال تيفي دي سليي اندوبشن 4K TV ديتيلز يور تيفي سببورت 4K يور تيفي سببورت 4K Ultra HD 120 يعني السلك اللي يجي مع بلاي ستيشن 5 هو سلك HDMI 2.1 هذي معلومة أكيدة مئة بالمئة ما عليكم أنه مكتوب High Speed مو Ultra High Speed السلك HDMI 2.1 لو أنه مو 2.1 كما قال يور تيفي ستب سبورت نيتف 4K 120 عشان أتأكد أكثر نروح لللعبة نفسها حتى أوكي ونشغلها أوكي خنروح مع أوري أحسن لأنها جاهزة طبعا بمجرد أنك تعطل 4K 120 من التلفزيون أو تستخدم سلك غلط بمجرد أن يفصل من اللعبة سيختفي الخيار لا تستطيع أصلا تختاره فالحين نحن نجرب مرة ثانية نرجع لأوري طبعا هذه لعبتنا نضغط Start Options نروح لأين؟ Display 4K 120 إذن نقطع الشك باليقين السلك اللي يجمع بلايستيشن 5 HDMI 2.1 الآن خلونا نشغل بلايستيشن 5 وعلمكم في البلايستيشن 5 كيف أيضا تقدرون تعرفون أن الجهاز اللي أنتوا تستخدمونه أو التلفزيون والسلك كل شيء تمام وفيه دعم 120 إطار طبعا الآن نحن نعرف أن السلك HDMI اللي يجمع بلايستيشن 5 هو سلك HDMI 2.1 لماذا؟ لأننا جربنا على الإكس بوكس واشتغل 4K 120 مع أكثر من اللعبة البلايستيشن 5 للأسف لحد الآن ما فيه أي لعبة مفعلة أو عندنا إياها وصلت لنا عشان نجرب 120 إطار لكن البلايستيشن 5 نفسه فيه إعدادات تبين لك إذا كان الجهاز اشتغل عليه 120 إطار ولا لا نفسه الإكس بوكس كيف أنه يقول لك أوكي دولبي فيجن صح 120 فريم صح في البلايستيشن 5 فيه أشياء توريك إنت أي شابك عشان تعرف هل جهازك والتلفزيون معدين بشكل صح عشان يشتغل 120 فريم في الألعاب لما توصل للبلايستيشن 5 طبعا هذا تلفزيون X90H من سوني وهو أول تلفزيون مخصص أو تم تصميمه للبلايستيشن 5 فالمفروض أنه يدعم كل الخصائص الممتازة في البلايستيشن 5 أنا مسوي عليه التحديث زي ما قلت لكم يدويا لا تسوونه يدويا لأنه قالوا فيه مشاكل وبيعدلون عليه أصبروا يجيكم التحديث بشكل تلقائي اللي بيفعل هذا الأشياء عموما في البلايستيشن نروح فوق عنده الإعدادات من صفحة الإعدادات هنا بنروح نتوجه الوين نتوجه الصوت والصورة بالعربي في هذه الصفحة في شيء اسمه Video Output وVideo Output Information معلومات طبعا في البلايستيشن ما تختار أنت يعني بعض الأشياء تكون automatic كلها هو بيعرف من التلفزيون نفسه إذا عندك الأمور تمام ولا لا نضغط على Video Output Information هنا راح يوريني أيش الأشياء المفاعلة عندي طبعا هو وش قاعد يقول لي هنا يقول لي أن الدقة 4K مع 60 إطار أوكي والHDR RGB الأمور تمام أوكي هنا Information from the connected HDMI device هذه معلومات جاية من التلفزيون هذا عن أنه التلفزيون هذا أيش القدرات اللي يدعمها وهنا نشوف محتوى الHDR ونشوف في الجهة هذه أنه في دعم إلى 120 فريم 120 إطار كيف أعرف أنه فعلا هذا الشيء اللي واصل من التلفزيون خلونا نسوي تجربة بسيطة نبي نخلي المئة وعشرين ذي تختفي عشان أوريكم أنها من التلفزيون وليس أنه البلايستيشم لخبط أو لا بروح لإعدادات التلفزيون بقفل من الـ HDMI نفسه بقفل خاصية الـ 120 إطار بروح هنا watching TV هذا خاص بالتلفزيون السوني هذا طبعا يكن الطريقة عندك غير HDMI استغنى الفورمات بروح للمنفذ 4 اللي أنا قاعد أستخدمه بخلي standard format الفورمات العادي اللي ما في دعم 120 إطار زي ما هو مكتوب هنا 4K 120 بختار الـ standard حلو؟ الـ standard بعد ما في HDR فالحين مفروض تختفي عندنا أكثر من خاصية منها أوكي الـ HDR والـ 120 إطار بنروح فيديو Output Information مرة ثانية عشان نختبر لحظوا معي هنا أوكي color format راحة HDR 4K 60 موجودة للحين لأن الـ HDMI العادي يدعمها تحت 4K output أعلى شيء 60 هذا دليل أنه الإشارة فعلا لما فعلتها هنا من التلفزيون أبرجع أفعلها مرة ثانية يدعم 120 إطار بالثانية اللي شغلناها فعلناها من هنا من التلفزيون أوكي وهذا دليل الآن طبعاً نحن مستخدمين سلك الـ HDMI الخاص بالـ PlayStation نفسه أوكي اللي جاء مع الـ PlayStation اللي أكت لكم مرة ثانية وهذه تأكيدة إضافية أوكي عن طريق الـ PlayStation نفسه أوكي أنه 120 إطار مدعومة بالسلك اللي يجي مع الـ PlayStation 5 ما يحتاج تشتري سلك جديد وكل شيء طبعاً هذا يجاوب الجواب أنه هل بـ PlayStation 5 جاهز يدعم 120 إطار نعم إذا عندك تلفزيون يدعم 120 إطار وفي ذي الخاصية وفي دعم HDMI 2.1 راح تلعب 120 إطار بدقة 4K طيب لو ما عندك تلفزيون يدعم 4K 120 هل هذا معناته سلك الـ HDMI اللي هنا ما بيشتغل لا راح يشتغل سلك الـ HDMI عادي يدعم التلفزيونات القديمة كلها عرفت مو معناته أحدث نسخة راح يدعم الأشياء القديمة بيدعمها إن شاء الله بيشغلك الجهاز إذا عندك تلفزيون 4K بيشتغل 4K 60 إطار لو كان HDMI عادي مو 2.1 بتلعب عادي لو دقة أقل تبقى تلعب 1080 إذا في لعبة تدعم 1080 مع 120 إطار وتلفزيونك يدعم 120 إطار بس ما في HDMI 2.1 بيشتغل معاك إن شاء الله أوكي على حسب علمي أوكي هذا الأمور معقدة وقعدة تتغير بشكل سريع وفي تحديثات ووجع راس مع إكس بوكس وبلاي ستيشن 5 التجربة نجحت بشكل كامل فحبيت أوريكم إياها في هذا الفيديو حبيت أعطيكم المعلومات هذه أساعدكم فيها قبل أن ينزلون الجهازين أتمنى تكون إجابتكم إلي إجابات هذه واضحة عندكم شيء إضافي يسألوني وحسب قدرتي بجاوب إن شاء الله كان معكم محمد لبسيمي مع السلامة